أحمد الهوني مدير عام منظمة ليبيا للثقافة والعلام معروفة محلياً بهون ميديا المالكة لراديو هون فأم في الحقيقة حالياً على أبواب العشرة سنوات وزي ما نعرفون في ليبيا إجداد على المنظمات المجتمع المدني بالذات فللآن نعتبروا يعدين لتو نحبوا في المجال هذا وللحد الآن نعتبروا أن صنعنا شوية تغيير في المنطقة نحاولوا نهتموا بالجانب الثقافي والفني في المنطقة بصفة خاصة ونحاولوا أن نظهر الوضع الفني في ليبيا بصفة عامة حالياً للآن نعتبروا الراديو الوحيد في ليبيا الذي يحتفل مثلاً باليوم العالمي للراديو الذي هو أطلقات اليونسيف في 13 فبراير وحاولوا أن نغير الثقافة الراديو لأننا نحن في ليبيا قاعدة ثقافة الراديو الثقافة التعالى الدولة يعني ما هو الشراديو المواطنين يعني دائماً الراديو كان قبل يعني في النظام السابق كان خاص بالدولة فالخطاب كان دولة لكن حالياً حاولوا أن نخلوه مجتمعي ونوعاً ما شبابي بش نقدروا نحكو باللغة واحدة يعني هذا بالأخصوص اليوم العالمي للراديو بأخصوص المهرجان الخريف مهرجان الخريف هذا مهرجان من المنطقة كاملة بحكم أن المنطقتنا مدينة هون تتميز بالمعروفة بأنها منطقة بزراعة النخيل فالخريف بالذات هذا الموسم الخاص بجني التمور فنعمله في احتفالية نحاول أن نوضح الغنى الثقافي والفني في المنطقة ونحاول أن نوزعوه وننشروه يعني خاصاً بال يعني عندنا توفيث في منصات تواصل والعالم كل يقدر يشوفونا فهذه الفكرة كمهرجان وكذلك اليوم العالمي الموسيقى بحكم جيراننا احنا المعروفين كمصر كتونس كجزائر كلهم أغنياء بالتراث الموسيقي عندهم ونحن نعلم أننا عندنا كنوز مدفونة ونحاول أن نظهروها بهذه الاحتفاليات هذين ونشاركوا العالم في نفس الوقت نفكروا في أن الموسيقى لأنها هي الحاجة التي اكتشفناها من المهرجانات السابقة أنها هي حالياً هي التي توحد فينا يعني بغض النظر عن انشقاق اللي صايرتوا في ليبيا ومن الحروب وإلى آخره لكن قدرنا نحن كمنطقتنا منطقة وسطة حاولنا نجمع أغلب الفنانين الليبيين يعني قدرنا نجمعهم من منطقة من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب فلقناها من هذه أكثر أنها توحد فينا أكثر من أنها تفرقنا مع ديصاير توا في الوضع هذه فهي صحيح الموسيقى فيه الناس بيشوفوها أنها للتسلية أو شيء من هذا القبيل لكن احنا رسالتنا نضمن فيها بأن هذا الشيء يجمعنا يعني أكثر من أننا يفرقنا